أقد وفد حكومة أقليم كردستان أولى اجتماعاته مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية في العاصمة العراقية بغداد وقال رئيس ديوان مجلس وزراء الأقليم أمي صباحة الذي يرأس الوفد الكردية أن الاجتماع شهدت تباحثة حول أنية تطبيق الفقرات الخاصة بالتزامة أقليم كردستان ومستحقاته في الموازنة العامة الاتحادية وأضاف أن المجتمعين قرروا استمرار العمل مع وزارتي النفط والمالية وديوان الرقابة المالية وأنه سيتم عقد اجتماعا عالي المستوى خلال الأيام القليلة المقبلة